مبارك في 2011 كان أمر يعني مجبر عليه ولا كان قرار فيه شيء من اللي يعني الإحساس بالإنها مش عايز دم يحصل مش عايز إختتال يعني بتفسروا بإيه بسر احنا الوقت هو راجل باين يادي الله يعني مش مش مجمع حد لما لقى الدنيا والناس حتيجي والتايع وهو إدى أوامر للحرس مفيش طلقة تطلع وتتحسب له وتتحسب للمجلس العسكري خلال الفترة بتاعت قيادته فقال لهم لا لا الناس مش عايزاني خلاص أمشي مفيش مشكلة وحتى تقال له تحب تسافر دولة أنا هسافر لأنا معانش حكا ده كان كلمته أنا معانش حكا عشان أمشي أنا خلاص هطلع شرم الشيخ وأسلم الإدارة ودي كان أحد القرارات المهمة اللي يجب نفتكرها له أنه عمل حقن للدماء في مصر لأنه الباب ما ميشي وأعلن أنه سلم فأعتقد الشارع المصري هدي والغاليان اللي كان موجود والحمد لله استقرت مصر بعد كده بهذا القرارات عدوا عليه إزاي التسع سنين اللي فاتوا وكان آخرهم قضية البورصة الأخيرة وتعرض هو وأبناءه للاتهامات كثيرة كنت بتشوف رد فعله إيه وقتها هو كان زعلان أوي أوي هو قال أنا مستقلش اللي تعمل فيه بس لا تعليق أكتر من كده لكن حقيقة هو كان زعلان كان يشعر بالمرارة أوي 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 لأنه خدم مصر تلاتسين سنة من وجهة نظره حارب لمصر قدم دوره لم يخطئ وبرضه ما ننساش أنه أذر الرجل حافظ على الاستقرار ما تخصي قراره يقلب الدنيا يدخلك في حرب ودايما كلمة بقول أنا دايما برضو للناس بعرفينها العسكريين هم أكتر الناس بيخافهم الحرب لأن إحنا عارفين أهوال الحرب عارفين الخسار البشرية والاقتصادية أنت فاهم فأنت يوم ما بتتقذ هذا القرار زي كده بتبقى عارف الدولة راحة فين بعكس واحد مدني معلش المحترامي أنا مش بقول كده عشان أنا عسكري لا إحنا عارفين الدنيا راحة فين خاصة الجيل بتاعنا هو الجيل اللي حارب الرجل ده حارب تطلع في 47 48 أنت فاهم وحصل عدر كل الحروب فأنت يحسب له أنه حافظ على استقرار مصر خلال 30 سنة كلمة أخيرة توجهها للشعب المصري يعني بناء على الوضع الحالي أو حالة أنا شايف بصفة شخصية في حالة حزنة على السوشيال ميديا والناس يعني مش عايز أقول أنه بيستعيدوا طب حصل ليه في يناير طب الرجل هل الرجل ده ظلم ولا هل كان وقتها كان مفروض يرحل بهدوء يعني شايف دلوقت بعد مروض 9 سنوات وبعد رحيل صاحب الأمر نفسه شايف الرؤية إزاي أنا بقول للرؤية إنه الشعب المصري ده عظيم قبل ما أقول هو الله رحمه عظيم الشعب المصري عظيم النهاردة اللي حصل بنقول إنه إحنا شعب عنده أصالة وعنده عراقة محناش دمويين إنه إحنا بنفتكر الخير دايما إنه إحنا ما بنش ماتش في حد ولو إنه فيه طبعا الناس بنحنا بنشوف إنما النهاردة لما تشوف في السوشيال ميديا وكل ناس حتى صور مبارك عليها على الكرد تحس إنه إنك عندك شعب عصير ومحترم وإيدي قيمة العراقة المصري اللي 4,000 سنة من الناس بتقول لاش أي كلام لا هو ده بتفرق عن بيت الدول التانية شوف الناس النهاردة مطلع صورة القذافة يتعمل مع إيه وصدام حسين يتعمل إيه إنت فاهم إنما إنت مريت من أصعب فترة بيسموها الربيع العربي إنه إنت خرق شعب قوي بفضل حكيم زي حسن مبارك قال خلق أمشي ومهربش وساب البلاد وفضل قاعد تحكموني حاضرة أتحاكم لحد ما طلعت براءته واستقرت نفسه هل قامت دولة مصر النهاردة بدورها كما ينبغي تجاه الرئيس مبارك؟ عشرة من عشرة تحية للرئيس السيسي حقيقي حقيقي ونعرف إن ده كله ده قرار شخصي مباشر منه في كله إنه عزم هذا الرجل لأنه بطل من أبطال أكتوبر وكان يجب أن يستحق فالدور عظيم للرئيس السيسي وحكومته وإدارته والدور الآخر للشعب المصري سيدة اللواء سمير فرج أشكر حديك شكرا جزيلا وحديك من أبطال أكتوبر طبعا اللي بسعد بصفة شخصية في وجودي في حضرتهم أشكرك شكرا جزيلا هنطلع فاصل ومستمرين في عرض سيرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وانتظرونا عندنا معلومات أخرى مع طيار الرؤساء أو طيار الشخصيات الهمة والذي رافق الرئيس في رحلات كثيرة وعنده حكايات كتير هيحكيها لنا ونسمع ونشوف هل الرئيس الأسبق مبارك يستحق فعلا أو يعني شيء جميل إن احنا نجد فيه اجتماع شعبي على فكرة إنه هو اذكروا محاس الموتاكم إنه هو الرجل عمل حاجات كويسة لمصر نشكره عليها وإن كان أخطأ فقد اجتهد وأخطأ وله أجر على ذلك انتظرونا بعد الفاصل مع حاجات أخرى مع اللواء أبو بكر حامد بعد الفاصل